قناة صقور الجو العربية تحييكم وتقدم لكم استخدامات الحرب الألكترونية والأسلحة راكبة الشعاع ضد الدفاعات الجوية الإيرانية في بداية الحرب مع إيران لم يكن يتوفر لدى القوة الجوية العراقية معدات حرب ألكترونية يمكنها تأمين الحماية الإيجابية لطائرات الضربة الجوية من معدات الكشف والإنذار الإيرانية لكن توفرت بعض المعدات الدفاعية الروسية القديمة من نوع SPS-141 ذات الفعالية البسيطة وهي تنبيه الطيار لوجود تهديد راداري يستهدف طائرته وأحيانا يختلط الأمر ما بين البث الراداري الأرضي والجوي وغالبا ما كان الطيار يبطل عمل آخذات التحذير SBO-10 المرتبطة بهذه المنظومة كي لا تسبب له إرباكا وهو متجه نحو الهدف في عام 1981 وردت صواريخ خثمانية وعشرون الروسية راكبة الشعاع والتي تحملها طائرات السوخوي إثنان وعشرون وقد نفذت العديد من المهام الناجحة ضد منظومات صواريخ أرض جو حاك بالتعاون مع طائرات الميك خمسة وعشرون في نهاية العام 1982 وصلت معدات التشويش الفرنسية كيمان والمستخدمة على طائرات الميراج F-1 وقد استخدمت في قواطع العمليات الوسطى والجنوبية للتشويش على رادارات صواريخ هوك أرض جو الإيرانية مقللة إلى حد كبير من كفاءتها تجاه طائرات الضربة الجوية العراقية وفي بداية عام 1983 أضيفت إلى معدات الحرب الألكترونية الحاوية الدفاعية الفرنسية ريمورا والتي بإمكانها كسر قفل بطاريات صواريخ هوك الإيرانية وتم تسليح كافة طائرات التصدي والهجوم الأرضي بهذه المعدات بعد تحوير بعض الطائرات الشرقية مثل السوخوي 22 والميك 23 بي أخرا تم استلام حاويات التشويش السلبي الدفاعية الفرنسية سيكامور والمستخدمة ضد طائرات التصدي وأسلحة الدفاع الجوي الإيرانية لقد كانت هذه المعدات ذات تأثير كبير في تحييد الدفاع الجوي الإيراني وساهمت بشكل كبير في التقليل من خسائر القوة الجوية العراقية وكان الطيارون يشعرون بالأمان أثناء تنفيذهم الواجبات عند تجهيز طائراتهم بها استخدام الصواريخ راكبة الشعاع ضد الدفاعات الجوية الإيرانية بالتعاون بين طائرات الميراج F1 والسوخوي 22 في البداية وقبل وصول معدات التشويش الفرنسية كانت الميراج والسوخوي تستهدف بطريات صواريخ هوك وكانت الطريقة المتبعة معقدة إلى حد ما لكن وبعد وصول هذه المعدات أصبح استهداف الدفاعات الجوية الإيرانية أسهل وأدق وأكبر تأثرا وذلك بعد إثارتها عن طريق أجهزة التشويش الهجومية التي تحملها طائرات الميراج F1 ومن ثم قصفها بصواريخ بازار الفرنسية الإسلوب الثاني يتمثل في أن ترافق طائرات الضربة طائرة سوخوي 22 تحمل صواريخ خا 28 أو صواريخ خا 25 الروسية وطائرة ميراج F1 حيث تقوم الميراج بإضاءة الهدف لطائرة السوخوي التي تقوم بإطلاق الصواريخ الروسية على الهدف استعملت هذه الطريقة للأسباب التالية أولا رخص ثمن الصواريخ الروسية مقارنة بنظيراتها الفرنسية البازار ثانيا اقتراب الصواريخ الروسية تراكبة الشعاع من نهاية فترة صلاحيتها ثالثا صعوبة تحميل صواريخ البازار الفرنسية على طائرات السوخوي 22 لعدم وجود أجهزة تتبع آلي للهدف عن بعد مما يتطلب الاقتراب كثيرا من الهدف وهذا يعرض الطائرة لخطر أسلحة الدفاع الجوي الإيرانية القريبة رابعا أجهزة التتبع الآلي في طائرات الميراج F1 تعطي انذارا بالابتعاد عن الهدف إلى مسافة آمنة دون تعرضها لخطر الدفاعات الجوية الإيرانية خامسا زيادة القوة التدميرية للصواريخ الروسية حيث تبلغ 250 كيلوغرام مقارنة ب150 كيلوغراما فقط للصواريخ الفرنسية تابعونا على قناتكم سقور الجو العربية قناتكم الأفضل سقور الجو العربية الوثائقية المصادر دكتور علوان العبوسي القدرات والأدوار الاستراتيجية لسلاح الجو العراقي المصادر دكتور علوان العبوسي المصادر دكتور علوان العربية الوثائقية المصادر دكتور علوان العبوسي المصادر دكتور علوان العربية الورو اشتركوا في القناة